احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد احبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حلقة جديدة من برنامجكم طريق النور نسأل الله ان يقيمنا وياكم على هذا الطريق ان شاء الله رب العالمين اذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام مجالس العلم الله يعني اذا المجلس العلم ده روضة من رياض الجنة فالانسان يجب ان يحب هذه الرياضة ايه لي خلينا نزهت في رياض الجنة من الذي يزهدنا في رياض الجنة للاسف ان حجم الاخرة عندنا صغير وحجم الدنيا كبير عمرنا دنيانا وخربنا اخرانا والانسان لا يتمنى ان ينتقد من العمران للخراب لكن الصحابة والصالحين عمروا الاخرة وخربوا او مش خربوا دنياهم فعمرت دنياهم بتعمير اخرتهم واعتظنا ان الدنيا لا تعمر الدنيا الا بالدين لا تعمر الدنيا الا بالاخرة لا تعمر الدنيا الا بتقوى الله لا تعمر الدنيا الا بالخير لا تعمر الدنيا الا بالاستقامة لا تعمر الدنيا الا بطريق النور اما الذين يظنون انهم يعني ويضيعون اوقات الناس وامار الناس في فوضى وفي ملهاه بعيدا عن ذكر الله عز وجل عقابهم عند الله عسير ان لم يتوبوا المسألة التوبة مش توبة لسانية لا ينتهى عما يصنع ويفسد علينا صيامنا يتق الله رب العالمين رجالا وليساء والكل فاهم والكل عارف تعال الى مجالس العلم او رياض الجنة اولا فضائر مجلس العلم انه يحبس عن الذنوب مش ممكن اهوى في مجلس علم واظنة نفعش يعني اهوى في مجلس علم شي طيب فانا بعيد عن الذنب تتنزل علي فيه الرحمة الرحمات تتنزل على المؤمن سبحان الله وهو جالس في مجلس العلم الله اكبر غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده سبحان الله العظيم وبعدين تكتب له الحسنات طالما هو مستمع مش مجغول بالساعة يزبطها مجغول بالمحمول يتكلم عيب يعني ده حتى السلام مرفوض على العالم والمتعلم يعني لو دخلت على مجلس علم فيه ناس يقول مدخل مجلس علم الشيخ يتكلم ونحن نستمعون سلام عليكم يا عم التاقد ده قوت ده النائد العربي بفطرات يقول ايه لا سلام على طعام معناه يعني ده كلمة عربية من هاي يدعو بالدين لو وصح لي سلام على طعام انا اكل كيف اقول مسلم عليك منطقية لا سلام ايضا على عالم ولا على متعلم مش سلام على العالم لما لاجي العالم في الطريق ما يسلمش على الله يعني اثناء تعليمه يعني عندما وقعت في مجلس العلم روضة من رياضة الجنة ادخل اقعد اجلس واستمع لا تسلم عنه وبعدين يقول شمالك فلان ازايك ازاي عيالك عاملين ايه والزوجة والمريضة يا ابني ضايحة مجلس العلم الكارثة الكبرى اثناء صلاة الجمعة خضرة الجمعة تقوم بمقام رقعتين من قال لجاري هو الامام يخطب انصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له يبا اذا نجب تتقل له ما توجد تتقلم من جمك وانت اذا سلم عليك جاهل دخل اثناء خضرة الجمعة لا ترد عليه السلام وبعد ما يخلص الخضبة وتقوم للصلاة وتصلي وقول يا فلان مرض ديت عليك لانه ممنوع لانه قد تخرب علينا الجمعة فيه ناس توعد في البيت لغاية ما الامام او المؤذن يقول قد قامت الصلاة في صلاة الجمعة ما حضرش الخضبة يقول ما انا حضرته لا بالعكس بعض العلماء يبطلون جمعتك لانه يتظهر اربع رقعات صلاة الجمعة رقعتين وركعتين الخضبة بمقام رقعتين فلازمت ايه من حضر في الساعة الاولى الساعة الثانية اذا صعد الامام على المنبر جلست الملائكة واغلقت الصحف لتستمع الى الذكر يعني اسمك يا بطل ما كتب ارجو نكون معاي مكنش يعني صيامك مضيع عليك التركيز يعني انت عندما يقول الامام الحمد لله في اول خضة الملائكة غلقت يعني انت اسمك لم يكتب يجيلي في نص الخطبة ولجيه اخر الخطبة ويجيه مع قنط الصلاة ويقولك مو من اصليت خلت نهتم شوية بالدين لو الوزير قال لك تعالى للساعة تسعة مش الساعة ثمانية انت لعد في المكتب مستني من الساعة سبعة الصدح يعني الوزير ولا رب الوزير فعيب خلنا نتقل لا كده ونستحي من الله شوي يعني استحوا من الله حقا قالوا نستحي على الله يا رسول الله قال ما هذا بحق الحياء الحياء من الله ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وان تذكر الموت والبدا وان تؤثر ما يبقى على ما يفنه وان تعود نفسك مع الموت هذا هو حق الحياء اما الحياء يعني الناس تفكر الحياء عن الخجل لا الحياء في الاسلام كل دين له خلق وخلق الاسلام الحياء فيجب ان نستحي من رب الابادة عز وجل يبا اذا المجلس العلم ليس فيه ذنب انت بعيد عن الذنب تتنسى عليك الرحمة وبعدين تكتب لك الحسنات طالما انت ايه انت مستمع سبحانه وتحفك الملائكة وكل خطوة الى مجلس العلم يكفر عنك ذنب وترفع درجة وتعطى عند الله حسنا الله وبعدين الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وهو ماشي بالطريق عجلات السياراته مش مش على الارض لا ولا اقدامه مش على الارض لا ده الملائكة وضع الاجنحة وسبحانه العظيم ثم اذا تعودت على مجلس العلم اتعود على مشاهدة وجوه اهل العلم العلماء يقولوا ان من ضمن العبادة النظر للكعبة النظر الى السماء النظر في وجه الوالدين النظر في وجه الصالحين والعكس لكن النظر في وجه الفاسقين يضيق السطر حتى وان كان شكلهم جميل عادينا عاملينهم كلية فرون جميلة ولا فرون قبيحة ولا فرون تطبيقية ايش احمر واخدر واصفر عاملة زي البلياتشو وسبحان الله عاملة من اخيرها كده وشدة ودنمنح التانية وعملة في ايه ابن الحلا لا حاوله ولا قوة تدابل لا فرب العباد خلق الانسان في احسن تقوين ولا اصلي دي عاملة عشرين عملية تجميل وده عاملة خمسطوشة عملية والان الرجال بده كمان ايه يغاروا من الستات لقبلة العقل راح برضو ده في دولة عربية الف وماتين شاب ذهبوا السنة الماضية الى خبرات تجميل لنفخ الشفاة والله احنا نفخنا منها ولا نسأل الله الهداية مالوش اب مالوش ام مالوش ناس محترمين يقفوه عند الفوضى تنفخ شفاة ايه لا حظ نسأل يا اخي احنا شفاة جميلة بما تخرج منها من كلمات جميلة فرياض الجنة ان الانسان يعني يحب فيها ان يتعود على مشاهدة الايه العلماء ثم اذا سمع عنك فلان انا موظم على درس العلم ممكن يقتدي بيك فاذا اقتدي بيك ياخد ايه تاخد نفس الثواب انت كمان يضاعف لك من استنى في الاسلام سنة حسرة ومن استنى في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عامل بها الى يوم القيامة لا ينقص من اوزارهم شيئا والعاذ بالله رب العالمين ثم من فوائد رياض الجنة ومجالس العلم ان تقيم امر الله عز وجل تعرف الحلال والحرام وضيف الى علمك شيء وتعرف تفسير الايدي يعني ايه والحديد يعني والحكم الشرعي لايه وتجد قلبك مشحون وتجد الطاعة كده ميسرة لك اذا مجالس العلم هي المجالس التي تجد فيها كما قال الحسن لك في المجلس سبع فوائد اخر مستفادا في الله او علما مستضرفا او رحمة مستنزلة او كلمة تدلك على هدى او تمنعك من ردة او ان تترك الذنوب خشية او حياء شوف سبع فوائد هين اخر مستفادا في الله علما مستضرفا رحمة مستنزلة كلمة تدلك على هدى او تمنعك من ردة او ان تترك الذنوب خشية او حياة تقول عيب علي الناس يقولوا علي ان انا بحضر مجلس العلم اروح اقول على المقهى وادخن الشيشة والارجلة والسجارة عيب عيب او اقول ان الناس تقول ماشي مع الشيخ ويسبح الاغاني ماشي مع الشيخ وروح الحفلة الرقصة فيستحي تغلي مربية له فيتربى ويربي نفسه والله عز وجل هو الرب الذي يربينا على موائد كرمه بالكتاب وبالسنة فهل لا توقفنا في هذا الشهر الكريم لنعيد حساباتنا ويكون رمضان هذا معلم من معالم الحياة ان نستخيم على طريق الله حتى يرضى عنا رب العباد ويرضى عنا رسوله صلى الله عليه وسلم احبة في الله علينا ان نحب مجالس العلم وان نحبب ابنائنا في مجالس العلم وان القلب الذي لا يحضر مجلس علم كل ثلاثة ايام قد يسقم ويخبو النور فيه نسأل الله ان يضيء قلوبنا بمجالس العلم ويختم لنا وليكم بالصالحات لا تنسونا من صالح دعائكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع دائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته